طالما أنه تأخذ القرار لا أعتقد أنه سيتراجع عن ذلك حتى لو كانت هناك ضغوط دولية عربية إسلامية الضغوط الدولية بدأت وبدأت ليست الضغوط الدولية فقط بدأت بالضغوط الفلسطينية بدأت بعد أن خرج سيادة الرئيس محمود عباس بعد خطاب الرئيس الأمريكي وأعلن الرفض التام لما جاء فيه وأن هذه الخطوة مرفوضة تماما بالنسبة لنا كفلسطينيين ولا تعني شيء نحن بالنسبة لنا كفلسطينيين لا تعني شيء